موسيقى أعتقد بأن الموقف الإسباني الأخير هو موقف أولاً يعبر عن قناعة موضوعية بالطرح المغربي وأعتقد أيضاً بأن الأزمة الأخيرة التي عصفت بالعلاقات المغربية الإسبانية وخصوصاً بعد الموقف المغربي الذي دعا إلى إرساء علاقات متوازنة علاقات في صالح الطرفين بالنظر إلى المصالح التي جمعهما وأيضاً بالنظر إلى ما يتطلبه حسن الجوار بالإضافة أيضاً إلى أن المغرب لم يقبل بعلاقة مختلة أو في صالح طرف واحد أعتقد بأن السلطات الإسبانية اليوم تعبر بما لم جل فيه للشك عن موقف واضح وغير مسبوك لأن إسبانيا ظلت إلى حد كبير محايدة وأحياناً كانت تتخذ مواقف غامضة من هذه القضية الاستراتيجية بالنسبة للمغرب اليوم أصبحنا أمام موقف واضح وجلي وأعتقد أيضاً بأن الأمر هو نتاج للديبلوماسية المغربية التي طبعتها أو طبعها الوضوح في السنوات الأخيرة وطبعتها كذلك الصرامة على اعتبار أنه لاحظنا كيف أن المغرب لا مع الطرف الإسباني أو مع الطرف الألماني يعني كان واضحاً ودعا إلى ضرورة استعاب ما عرفه المغرب من تطورات وتحولات ودعا أيضاً إلى إرساء علاقات جدية علاقات في مستوى الشراكة والتعاون الذي يربطه سواء بين المغرب وإسبانيا من ناحية أو المغرب وألمانيا من ناحية أخرى ولذلك طبعاً نأعتقد أيضاً بأن هذا الموقف كذلك هو يعبر عن القناعة أو الاقتناء بما طرحه المغرب فيما يتعلق بهذه القضية الاستراتيجية والأمر كذلك يعكس يعني موضوعية الطرح المغربي فيما يتعلق بمشروع الحكم الداتي الذي هو مشروع رحب به المجتمع الدولي وكثير من القوى الدولية الكبرى وحتى مجلس الأمن نفسه يعني عبر عن استحسانه بهذا الطرح الذي يمثل طرحاً واقعياً وطرحاً يعني يمكنه حقيقة أن يقدم حلاً مستدماً للنزاع المفتعل من ناحية أخرى أعتقد طبعاً بأن هذا الموقف من شأنه أولاً أن يعيد العلاقات إلى طريقها السليم وإلى الصواب على اعتبار أن إسبانيا اليوم يبدو أنها رفضت الزج بالعلاقات بين البلدين في متاهات الأزمات والصراعات وهو الطرح الذي ربما كان يسعى أو تسعى إليه بعد نخبة يعني ضيقة داخل إسبانيا فاليوم طبعاً السلطات الإسبانية أعتقد بأنها ستسهم بشكل كبير ليس فقط في إعادة العلاقات إلى نصابها ولكن أيضاً إلى توفير الأجواء السليمة لتطويرها في إطار من التوازن في إطار من الوضوح وفي إطار من احترام حسن الجوار واحترام كذلك سيادة المغرب خصوصاً وأن المغرب لم يسبق له يعني رغم الظروف التي مرت بها إسبانيا في فترات سابقة كما هو الشأن بالنسبة للملف المرتبط بتوجهات الانفصالية في كتالونيا لم يسبق للمغرب أن قام بسلوكات أو تصرفات مسيئة لوحدة الجار الشمالي للمغرب من ناحية أخرى فأعتقد بأن هذا التوجه سيضيق الخناق على تلك النخبة بين قوسين التي يبدو أنها اليوم أصبحت ضعيفة وهي النخبة الإسبانية التي كما قلت تريد أن تزوج بالعلاقات بين البلدين في متاهة من الصراع والأزمات وأيضاً هذا الموقف بكل تأكيد سيعزز الطرح المغربي وخصوصاً وقد لاحظنا الأصداء التي واكبت هذا الموقف الإسباني خصوصاً وأن إسبانيا معنية بهذا النزاع على اعتبار أنها كانت الدولة التي تحتل هذه الأقاليم الجنوبية المغربية وهي معنية بطبيعة الحال بتوفير أجواء بناء وأجواء داعمة لإرساء حل مستدام خصوصاً مع الإقرار بأهمية مشروع الحكم الداتي الذي طرحه المغرب في هذا الخصوص ومن ناحية أخرى كذلك أعتقد بأن هذا الموقف يمكن أن يشجع دولاً أوروبية أخرى وخصوصاً وأن الأمر يتعلق بدولة لها وزنها ودولة طبعاً لها مكانتها داخل الاتحاد الأوروبي وهذا أعتقد الموقف الإسباني سينضاف إلى مجموعة من الدول التي أصبحت بشكل واضح تؤكد على أهمية مشروع الحكم الداتي كما وشى بالنسبة للولايات المتحدة فرنسا وغيرها من الدول أعتقد كذلك بأن هذا الموقف بكل تأكيد ستكون له تبعات مهمة جداً فيما يتعلق بتعزيز وتطوير العلاقات المغربية الإسبانية باتجاه مزيد من التنصيق ومزيد من الإنخراط في القضايا الحقيقية التي تهم البلدين وأعتقد بأن إسبانيا اتخذت هذا القرار وعياً منها بأن العلاقة مع المغرب هي مكسب للإسبان كما أن المغرب مقتنع من مدة أن تمتين علاقاته مع إسبانيا فيها كذلك نعكسات إيجابية بالنسبة للمغرب خصوصاً أن هناك قضايا كالهجرة، كقضايا مواجهة الإرهاب، قضايا بيئية، قضايا مختلفة تجمع البلدين وكذلك قضايا اقتصادية على اعتبار أن إسبانيا اليوم هي شريك اقتصادي متميز بالنسبة للمغرب وهناك شراكة مهمة جداً في هذا الخصوص وهذا أعتقد كما قلت بأنه من الممكن أن يدفع في اتجاه تعميق وتعزيز العلاقات بين البلدين وهو ما عبرت عنه البلدين على أعلى مستوى من ناحية ثالثة أعتقد بأن الموقف الجزائري طبيعي واليوم طبعاً الجزائر تخرج بصورة واضحة أمام المجتمع الدولي لتبرز العالم على أنها طرف معني عكس ما كانت تروج له وعكس ما كانت تدعيه بأنها غير معنية بهذا النزاع المفتعل ولذلك أعتقد بأن استدعاء السفير يبرز إفلاس طرح البلساريو والطرح كذلك الجزائر ويبرز حقيقة أن المغرب بات يكسب نقاطاً تلو الأخرى خصوصاً بعد كسب المسألة فيما يتعلق بمحاولة البلساريو في عرقلة المرور في منطقة القرقارات ثم كذلك تنامي الاعتراف الدول الإفريقية بقضية أو الإقرار بعادلة الطرح المغربية فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية وكذلك الترحيب بالجهود التي بشرها المغرب في منطقة القرقارات وأيضاً إقدام عدد من الدول الإفريقية والعربية وغيرها بفتح قنصريات في كل من العيون والدخلة هذه أعتقد كلها مؤشرات تنضاف إلى التأكيد الأمريكي أو تأكيد القرار الرئاسي الأمريكي أو المرسوم الرئاسي الأمريكي على مشروعية الطرح المغربي وعلى حقية المغرب في صحرائه أعتقد واستمرار كذلك إدارة بايدن على نفس المنحة وخصوصاً فيما يتعلق بالميزانية يعني فيما يتعلق بالكثير من القرارات وكثير من التدابير التي اتخذتها الولايات المتحدة في الآوين الأخيرة في هذا الخصوص والتي تعبر بأن الإدارة الأمريكية الجديدة أيضاً هي تدفع في اتجاه الإقرار بمغربية الصحراء فإذن كل هذه المعطيات بالإضافة إلى القرار الإسباني الأخير كلها أعتقد تضيق الخناق على الخصوم وتبرز حقيقة على أن المغرب سائر في طريق كسب رهان وحدته الترابية مدعوماً في ذلك مع قرارات مجلس الأمن وقرارات الأمم المتحدة بشكل عام التي طبعاً تؤكد بما لا مجلل فيه للشك على أن ما طرحه المغرب فيما يتعلق بمشروع الحكم الداتي هو خيار واقعي وجدي ويمكنه حقاً أن يرسي حلاً مستدماً لهذا النزاع المفتعل